كلنا احتفلنا بمرور 11 سنة على تأسيس قناة الأهلي القناة اللي كل الأهلوية دايماً بيتابعوها حتى لو الشعار بس على الشاشة كلنا دايماً بنطور وكل الجمعية دايماً بتطلب بتطوير القناة واحنا كلنا كقناة أهلي دايماً بنطور ودايماً بنندور على أفكار لكن أنا عايز بس يعني بترجى من حضراتكم إن احنا دايماً ما نحكمش في الظهور الأول يعني بلاش الحكم في الظهور الأول ولتكلمنا برضو قبل كده عن صعوبة الحكم المبدئي بقى صعب جداً يعني أنا مثلاً أول مرة أطلع على شاشة قناة الأهلي أي حد في الظهور الأول ليه في أي مكان في شغله في تمرينه في دكتور مهندس الظهور الأول ليه دايماً ببقى صعب قوي ودايماً ما ينشي إمكانياته ولا حتى 20-30% فدايماً احنا للأسف للأسف الشديد أنا بتكلم معاكم بصراحة وأنا متعاود أتكلم معاكم بصراحة حتى لو في ناس كتير بتزعل مني لكن أنا الحمد لله صريح جداً دايماً بنحكم على الظهور الأول أو الشكل الأول أو الشكل المبدئي وبنحكم وبناخد قرار أن الشخص ده ما ينفعش وده نتيجة طبيعية جداً لو هحكم على أي حد في أول الظهور ليه خلاص شكراً مع السلامة وده دايماً بتأدي لأخطاء كارسية أو أحكام كارسية أو نتائج كارسية زي ما أنتوا عايزين تسموها أو نتائج سلبية جداً 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 اللي هو الحكم الأول الحكم المبدئي فلازم ندي الفرصة لأي حد بيطلع لأي حد بيشتغل لازم نديه الفرصة مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وهو ده دورنا دورنا كجمهور دورنا بشكل عام كإدارة في أي مكان أننا دايماً في ظهر أي حد بيقول بسم الله الرحمن الرحيم لغاية لما نشوفه فعلاً نشوف شكله الحقيقي فعلاً نشوف مستوى الحقيقي فعلاً بتكلم بقى في كل المجالات مش في أنا كوكونات أهلي أو ظهور أي حد بتكلم في كل المجالات دايماً ما نحكمش من النظرة المبدئية صعب جداً جداً ممكن فيه ناس بتشوفها أول مرة وأكيد حضراتكم حصل معكم الموضوع ده كتير جداً تشوف واحد أول مرة بتبقى متدقى منه مش عايش تسلم عليه ايه الشكل ده ده شخصية مش عارف إيه بعد كده لما تعرفه بتقول أنا كان حكم عليه كله غلط نفس الكلام في الشغل بتشوف موظف ممكن تقول عليه مستهتر ممكن تقول عليه ده مش بتاع شغل وبعد كده بتلاقيه أحسن واحد عندك في الشغل فلازم نتأنى في الحكم على الأشخاص أياً كان أماكنهم فين